بعد الإيجابية ولو المحدودة التي سادت مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني واشنطن أبدت استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران التي لا تتسق مع الاتفاق النووي إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها لن تقدم أي مبادرات أو حوافز أحادية لحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الزميلة كارولينا نصار نستعرض أبرز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران مساء الخير كارولينا حديث الآن عن إمكانية رفع بعض العقوبات على الأقل التي لا تتعارض مع الاتفاق النووي وضعينا في صورة أبرز العقوبات المفروضة على طهران سنعود إلى مجمل هذه العقوبات وسنحاول تفصيلها مهند لكن الأكيد الآن أبدت واشنطن استعدادها رفع العقوبات التي كما ذكرت لا تتسق مع الاتفاق النووي الإيراني سنستعرض مجمل العقوبات الأمريكية على طهران تحديدا خلال العامين الماضيين ونبدأ بالأحدث في ديسمبر الماضي أدرجت واشنطن مجموعة شهيد مي سامي الإيرانية ورئيسها على قائمتها السوداء وذلك لمشاركتها في أبحاث الأسلحة الكيميائية الإيرانية مطلع أغسطس 2019 جمدت واشنطن الأصول المالية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ومنعت أيضا التبادلات المالية معه في يونيو من نفس العام استهدفت العقوبات الأمريكية ثمانية قادة إيرانيين كبار في الحرس الثوري وفي فيلغ القدس شملت العقوبات أيضا المرشد الإيراني علي خمينئي ومقربين منه وبالعودة إلى نوفمبر من عام 2018 فشملت الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية النفط الإيراني بشكل رئيسي بالإضافة إلى إعادة العقوبات على البنك المركزي وأيضا المؤسسات المالية طالت العقوبات أيضا شركات تشغيل الموانئ وقطاعي الشحن وبناء السفن وخدمات التأمين وإعادة التأمين وقطاع التقم في أغسطس من العام نفسه أي 2018 شملت الدفعة الأولى شراء أو اقتناء الدولار بواسطة الحكومة الإيرانية وعمليات شراء الريال الإيراني وبيعه استهدفت العقوبات أيضا عملية بيع أو شراء الذهب والمعادن النفيسة بالإضافة إلى العقوبات استهدفت قطاعات صناعة صيارات الطيران التجاري بالإضافة إلى السجاد الإيراني وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية لم توضح واشنطن حتى الساعة أي من هذه العقوبات سترفع مما يفتح الباب أمام التأويلات هذه التأويلات سنتحدث أكثر عنها مع ضيفنا من واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كيفن ويلينغ أهلا وسهلا بك سيد كيفن معنا بداية أكيد هناك تأويلات حول أي عقوبات لا تتصق بالبرنامج النووي الإيراني هل يمكن أن تعطينا فكرة أوضحة ما يمكن أن تقوم به إدارة بايدن والسؤال بغض النظر إن اتسقت أم لن تتصق بالاتفاق النووي ألن تعطي حافز لإيران أو صورة بأن إدارة بايدن بدأت تقديم تنازلات عموما فإن ما هو مثل الاهتمام هو ما يحدث الآن في بيينة مع المحادثات التي تجري طبعا مع الممثلين الإدارة الأمريكية هناك أعتقد أن إدارة ترامب السابقة في الولايات المتحدة كانوا قد فرضوا حوالي 150 عقوبة والتي أصبحت طبعا حملة ضغط قصوى نظمتها إدارة ترامب ضد إيران أعتقد بأننا سنرى هنا إرادة لرفع بعض تلك العقوبات كجزء من تلك الحملة تحت هذه الإدارة إدارة بايدن هذا بكل تأكيد أعتقد بأنه أولوية للإدارة الجديدة خاصة خلال المئة من الأولى وحملة إدارة بايدن أو حملة الانتخابية كانت تقول بأنها تسعى لأن تعيد إيران إلى الاتفاق النووي لـ 2015 ما الذي تتوقعه غدا؟ هناك عدد من المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن أن الطريق لا تزال طويل ولكن هناك إيجابية هل هذه الإيجابية مرتبطة أيضا برفع العقوبات؟ لقد تشجعت جدا بأن نرى نائب وزير الخارجية لإيران يقول بأننا نحن نسير في الطريق الصحيح ورأينا أيضا انطباعا إيجابيا في اليومين الماضيين من ناد برايس الذي طبعا هو الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقالنا إننا نأخذ خطوات صحية وكما ذكرت فليس فقط الإيرانيين قالوا بأن المسار طويل ولكن حتى هنا جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأن هذا سيكون مسارا طويلا إذن هذه الأيام الأولية التي ستبدأت يوم ثلاثة أظهرت زخما من الإيرانيين ومن الأمريكيين ولكن المسار طويل لقد كان أيضا المسار طويلا تحت إدارة طبعا وزير الخارجية السابق جون كيري وجيك سوليفن وأعتقد أن المسار سيكون طويلا للعودة أيضا إلى الاتفاق طيب هذه الإيجابية الإيرانية ما الضمانات عليها برأيك سيد كيفن أعتقد بأن ما نراه هو بعض بأنه هناك عودة إلى إطار العمل والإيرانيون قدموا تنازلات حينما انسحبت الولايات المتحدة بأن لا يطردوا كل المفاتيشين الدوليين لكنهم فعلوها بالأشهر الماضية وزادوا من تخصيب اليورانيوم وزادوا في رفع السقوف نعم نعم هذا صحيح نعم طبعا لكنهم لم يخرجوا كل المفاتيشين لقد قللوا عددهم هناك داخل البلد داخل إيران ولكن بكل تأكيد أيضا فيما يتعلق ببدء المحادثات مثلا أنا تشجعت بأن هذه المفاوضات قد بدأت إيجابية كما يبدو الأمر في فيينا ولكن على الطرفين أن يجد الطريقة حتى يكون هناك رفع لبعض العقوبات وأيضا يكون هناك تنازل عن البرنامج النووي ما الذي تتوقعه غدا في هذا الاجتماع الذي يعتقد ويقال أنه سيختم هذه الجولة غير المباشرة وهل تعتقد أنه نحن أصبحنا أقرب إلى ربما مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن أعتقد ذلك نعم أعتقد أننا قريبون من مفاوضات مباشرة وهذا سيكون أحد النتائج الإيجابية التي ستعلن ربما غدا في دورة فيينا بأن الطرفين اتفق مع روسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا على إجراء مفاوضات مباشرة بين واشنطن وبين طهران أعتقد أن هذا ربما سيكون النتيجة الرئيسية التي ستأتي من هذه الدبلوماسية الذين لا يجلسان في نفس الفندق ونفس الغرفة ولكن سيحدث ذلك وجها لوجها لمحالة طيب متى يمكن برأيكم أن تحدد جولة مقبلة هل سيكون هناك بالقريب العاجل رفع لبعض العقوبات؟ ربما لتشجيع إيران على مفاوضات مباشرة أعتقد أن الوقت مهم جدا هنا فهناك انتخابات مقبلة في إيران وهناك مخاوف بأن المتشددين ربما سينتخابون وهناك ضغط سياسي هناك وكما ذكرت في السؤال السابق فإن التخصيب ليرانيوم الذي يحدث اليوم في البلد والذي يظهر بأنه ينبغي أن نسارع الخطى حتى نبدأ المفاوضات المباشرة ونعود إلى اتفاق من نوع اتفاق 2015 شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن خبيل استراتيجي ديمقراطي كافين وولينغ شكرا جزيلا لك إذن مهند غدا يوم مهم بطبيعة الحال في فيينا تختتم المفاوضات غير المباشرة التي يصفها الجميع بأنها نوعا ما إيجابية وعلى المسار الصحيح بانتظار ما إذا سنكون أمام جولة مباشرة بين واشنطن وطهران قريبا ربما مع أن الوقت لعزال مبكر كارولينا للحكم على هذه المسألة لأن الأمور معقدة ومعقدة كثيرا هناك نطاق هائل من العقوبات المفروضة على إيران الآن الكل بانتظار أيضا الانتخابات الإيرانية هناك من يريد أن يستعجل ويستبق الانتخابات الإيرانية بالتوصل للاتفاق ولو أولي مع إيران هناك من ينتظر ليرى من هو الذي سيأتي رئيسا لإيران في الفترة القادمة وعليه تبنى الأمور على كل حال سننتظر ونتابع هذا الملف بكل تأكيد شكرا جزيلا كارولينا شكرا لك